وبالتالي يجب أن تكون هي من تقود الطريق إلى الأمام بما في ذلك عن طريق تدابير بناء الثقة وأيضا عن طريق أيضا الدعوة التي تم إرسالها لبينج يونج ليكون هناك حوار متبادل كما أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم هذه الجهود وبكل الطرق الممكنة وبع كل سياق لنا مع المنطقة وأنا سأذهب إلى آسيا شخصيا في بداية أغسطس وإلى منتدى آسيا الإقريمي وسيتم ناقشة هذا الموضوع مع شركائنا ونحن قد شددنا وبعزم على أننا نؤمن بأن السلام والاستقرار في جزيرة الكورية يجب أن يتم عبر أدوات سلمية دون أدوات عسكرية كما شددنا على سياساتنا للعمل مع بيونج جانج وسبعة من الدول الآن لديها تواجد دبلوماسي في جمهورية الكورية ولكننا قررنا أيضا أن ننسق أكثر جهود أو الدول الأوروبية التي لديها تمثيل سياسي في كوريا وبالتالي قررنا على مزد عمل أكثر عن كتاب مع الدول الإقليم من أجل محاولة تجنب المزيد من التصعيد ومحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة التي تهدد ليس فقط آسيا وإنما العالم كله النقطة تاني ناقش وزراء الخارجية ليبيا وبادئ ذي بدء كان هناك نقاشين منفصلين أولهما وكان هناك نقاش مع الوزراء وقرار حول ليبيا أولويتها السياسية لحل الأزمة السياسية أولا في ليبيا وأنا أود أن أشدد على هذا لأن في بعض الأحيان يتم الإشارة إلى ليبيا فقط في الملف الهجرة ولكن الاتحاد الأوروبي أولويته حل الأزمة السياسية في ليبيا ونحن نجدلنا وناقشنا ووضعنا أسسا لبدء العمل مع الممثل الجديد الخاص الأممي لليبيا والذي التقيت معه وتحدثت معه في الأسبوع الماضية وحالما يستلم دوره بصفة رسمية سوف ندعوه للانضمام لنا مع وزراء الخارجية في مجلسة اجتماعنا القادم نحن نعتبر دور الأمم المتحدة مركزي ومحوري وليكون لعب دورة وساطة استنادا على الاتفاق السياسي الليبي وإيجاد طرق وسبل لإيجاد تسوية ضمن هذا الإطار نحن نؤمن بأنه كان هناك معدة مبادرات ناجحة ولكننا بحاجة إلى وحدة في الغرض وأن يكون هناك جهود دولية موحدة تحت قيادتي وتحت مظلة الأمم المتحدة ولهذا الاتحاد الأوروبي يستمر بالعمل مع الرباعية الخاصة بليبيا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لأتأكد من مقاربة شاملة وأن يكون هناك وحدة في العالم ووحدة في القارة الأفريقية لمساعدة الليبيين للوقوف على قدميهم ليبيا لديها موارد كافية بما في ذلك الموارد البشرية والموارد الاقتصادية والموارد الطبيعية اللازمة لتجد طريقها خارج هذه الأزمة السياسية وهي طبعا الشرط الأساسي المسبق للعمل على الأمن والهجرة نحن اتخذنا بضعة قرارات مرتبطة بليبيا أول هذه القرارات هي تجديد التفويض اليوبام وهي بعثتنا التي تدعم إلى دعم السلطات تهتم إلى دعم السلطات الليبية وهذا إطار أيضا عمل مفيد للعمل مع المشاريع السلطات الإيطالية لما يتعلق بالحدود الجنوبية أو الشمالية الجنوبية لليبيا وأيضا في هذا الصباح فقط كان هناك وزير خارجية النيجر الذي اتصل بنا لشكر دعم الاتحاد الأوروبي لأن سلطات نيجيريا يوم الأمس اعتقلت 26 مهربا للبشر في مناطقها وقوات الأمن التي شنت هذه العملية تم تدريبها على يد مشاريع الاتحاد الأوروبي إذن هذا يظهر نتائج مميزة وطبعا هذا فقط رقم من أرقام كثيرة ولكن نحن نقول بأنه في كل يوم هناك أمور ملموسة تجري على الأرض بفضل جهودنا وعملنا كما اتخذنا قرارا لتوضع قيود من اليوم فيما يتعلق بالتصدير والاستيراد إلى ليبيا وكما تعرفون بأن هناك طبعا فيما يتعلق بالقوارب لأن هذه القوارب تستخدم من قبل المهربين لأنشطة غير قانونية وبالتالي قمنا بوضع هذه القيود استيراد وتصدير القوارب طبعا من أجل تصدل هذه الإشكالية كما أجرينا هناك جلسة مشتركة مع الأمين العام لمنظمة الهجرة العالمية والمفوضية الأممية العالية للهاجئين مع فليبو جراندي وفريقه ونحن نعمل سويا مع هذه المفوضية العسامية وأعرف بأن هذه أول مرة يدعونا للانضمام إلى مجلس الأوروبي ولكن هذا يظهر الطريقة التي نعمل فيها يوميا وطبعا هو عمل منسق وهو عمل حقيقة كبير لأن ما نراه من أنباط التدفق هي أنفاط مختلطة للهجرة مختلطة ويجب علينا أن نعمل عن كثب ونحن نعمل معهم أولا على مقاربة عالمية تتعلق بالمهاجرين ضمن إطار الأمم المتحدة ونحن نعمل معهم في كل مكان على أسقاع الكرة الأرضية وبشكل خاص في هذا الشهر داخل ليبيا وفي منطقة الساحل وإذا أردتم أرقام لا أعلنتوا عدة منها ولكن بفضل دعم الاتحاد الأوروبي ومفوضية السامية لحقوق اللاجئين والهجرة بدأنا حقيقة مؤخرا ويجاد إلى موطق قدم في ليبيا لا يزال محدودا ولكننا دم عكس هذا النمط بفضل دعم الاتحاد الأوروبي ومفوضية السامية للاجئين كان هناك خمسة آلاف عودة طوعية للاجئين من ليبيا إلى أرض أو دول المنشأ وأيضا في جنوب ليبيا وفي منطقة أيضا الحدود النيجر لدينا الآن أقل نقاط الوصول إلى ليبيا من النيجر وطبعا هذا كله بفضل التعاون السلطات النيجر دولة النيجر كما ناقشنا معهم الطرق والسبل التي يمكن من خلال تحسين عملنا المشترك وخاصة مع تركيز هذا أو هذا التركيز ولدينا المزيد من الاستثمار لدعم جهود مفوضية العالمية للهجرة ومفوضية السامية الأممية للهجرة وكل هذا بغرض إنقاذ الأرواح ولكن أيضا الحماية للمهاجرين وبشكل يومي نحاول أن نراجع بيئة وظروف مناطق الاحتجاز وعملنا يهدف إلى تغيير ليس فقط الظروف المعيشية لمراكز الاحتجاز ولكن أيضا حتى منطق الاحتجاز بنفسه هذا عمل نقوم به وطبعا الاتحاد الأوروبي سوف يدعم هذا الجهد سوف أتوقف مع هذه الملاحظة ولكن قبل أن أختم دعوني أذكر موضوع لم يكن عجد والأعمال اليوم وطبعا أشارنا له في بداية اجتماعنا مع وزراء مع تحدثنا عن التعاون مع أمريكا اللاتينية مع الإعداد للقمة الأوروبية في أكتوبر القادم وهو الوضع في فنزولا والعنف الذي حصد مجموعة أو عدد كبير من الأرواح وبعطب عنا مع المزيد من التصعيد الذي نشهده لقد رأينا وبوضوح بأن ما نظمه أرت المعارضة يوم الأمس أثبت هناك رغبة من الناس ليكون هناك تسوية سلمية لهذه الأزمة وأن عدد كبير من السكان لا يدعمون هذا الاستفتاء والذي حقيقة يزيد استقطاع في البلاد والمواجهة لذلك نحن نظن بأنه سيكون من الأجدل لو أن الحكومة رأت أو سعت إلى تلميحات من أجل حل لإيجاد حل متفاوض عليه سلمي والخروج من هذه الأزمة طبعا هذه مبادرة كما نظن بأن الدعم الإقليمي لمساعدة البلاد سوف تكون مهمة جدا على سبيل المثال تشكيل مجموعة أصدقاء يتقبلها كل من الحكومة والمعارضة الفنزولية من أجل المساعدة في التفاوض على حل السلمي طبعا من مجموعة الأصدقاء من دول المنطقة هذه خطوة سوف نرحب بها ونشجعها طبعا هذا كان خارج جدول الأعمال ولكن طبعا مجريات الأحداث متسارعة على الأرض ونحن طبعا هم هنا استقرار المنطقة ولدينا علاقات طيبة مع المنطقة وحتى منطقة الكاريبي نأرى أن هناك مسؤولية حقيقة أخلاقية للمساعدة بكل الطرق الموجودة شكرا جزيلا لك نتوقف الآن ونفتح المجال لأسئلة زميلكي الفرنسي السيد لودريون أتى من الخليج هل تتخيلين بأنه أو هل قدم لكم أي مستجدات هل لديك ربما أي شيء يتعلق بالجهود التي بدلها تيلرسون ولودريون من أجل في زيارتهم إلى المنطقة وطبعا هذا بالإضافة إلى سؤال آخر حول ليبيا هل نقشتم الموضوع مع الوزراء اليوم بحسب ما فهمت بأن زميلك الذي يجلس في الخلف يسأل هذا السؤال وبالتالي سوف أجيب عليه في وقت لاحق لكن الأسئلة كانت جيدة أولا فيما يتعلق بالخليج العربي أنا لورنس أرجو أن لا تأخذ الأمر بشكل شخصي عليك أن تتفق مع زميلك حول هذا فيما يتعلق بالخليج أنا نقشت مع جان إيف لودريون الرسائل التي قدمها قبل أن أو شاركنا بها قبل أن يغادر في الثالث عشر من يوليو في عشرية مسائه وتلك اتفقنا على رسائل يتم رسالها وقد قال لي اليوم السياق الذي مر به ولقد ناقشنا بشكل خاص تجنب التصعيد في الخليج وطبعا والذي له تداعيات أوسع من المنطقة وكما أيضا نحن طبعا هذا أثر على ليبيا وعلى الحل الأزمة الليبية والتي تشكل أولوية لكل الاتحاد الأوروبي ونعم أنا أنوي زيارة المنطقة وسوف أزور الكويت كوسيط ندعمه ونرافقه في مساعيه ونحن نتواصل معه بشكل يومي مع الكويت ولتالي سأزور الكويت يوم الأحد القادم السؤال الثاني المتعلق بالعمليات الإضافية هذه كانت جزء التي قالتها أصفية طبعا كانت هذه جزء من خطة العملية الصوفية وإمكانية الاستمرار بالعمل الذي نقوم به في المياه الإقليمية في المياه العالمي الدولية والمياه الإقليمية الليبيا وهذا يتطلب دعوة من السلطات الليبية وأظن بأن هذا ربما يتطلب المزيد من الأصول وبالتالي الدول عليها أن وكانت مشكورة بما وضعته من أصول لكن ما نقوم به الآن مع السواحل الليبية لدينا هناك 130 بإضافة إلى 75 حزمة الدريب وهناك في سبتمبر سوف تبدأ 75 دورة أخرى إذن مجرد التفكير بالطرق التي من شأنها يمكننا أن نتابع حتى التدريب خفر الحد سواحل الليبية يضعنا في موقف جيد ليكون هناك سيطرة مباشرة حول الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها خفر السواحل الليبي في هذه المياه الإقليمية الليبية وبنهاية المطاف الهدف النهائي بالنسبة لنا هو أن لا يكون هناك تواجد أوروبي في المياه الإقليمية الليبية ولكن أن تقوم السلطات أو خفر السواحل الليبية المدرب جيد بالتصدي لموضوع الأنماط الإجرامية من التهريب في المياه الإقليمية وطبعا نحن ملتزمون باستمرار برامج التدريب لخفر السواحل وطبعا سيكون هناك أداء أو ألية متابعة التدريب بعملية صوفيا لكن ما أقوله بأن التدريب مع الليبيين جيد وناجح حتى اللحظة وهذا أمر ناقشناه مع الأمم المتحدة ومع المفوضية السامية للمهاجرين هذا أمر مهم جدا ونحن نعمل عن كتب ونراقب عمليات التي يقوم بها خفر السواحل الليبي بعد التدريب سيد أنتونيو سؤال لك شكرا جزيلا لكم أنتونيو برقادي من الصحيفة الإسبانية فيما يتعلق بفنزولا قلت مرارا وتكرارا بأن الوقت ليس وقته عقوبات وأن موقع حوار ولكن السفير الإسباني الذي اتفق معك قال اليوم بأنه إذا كان هذا الاجتماع الدستوري سوف يعقد فالاتحاد الأوروبي سوف يقوم بفرض أو يقوم بعين اعتبار العقوبات الآن حتى الواحد والثالث من أغسطس سيزال هناك بره من الوقت والوقت دائما يجب استخدامه بحكمة ما تبقى من وقت حتى أظن بأن هذا جواب كافي أظن بأن كل الخيارات مطروحة أمام الأعلى الطاولة من أجل الاعتبارات السياسية ولكن مجددا أقول بأنه ما جرى يوم الأمس كان مؤشرا كبيرا على أن فنزولا تملك الرغبة والإرادة من قبل السكان والشعب للوصول إلى تسوية سلمية دبلوماسية ولا يزال هناك حيز لإعادة بداء مفاوضات جدية حقيقية على أمل طبعا بالعمل مع مجموعة الأصدقاء من المنطقة تثق بها كل من المعارضة والحكومة أن المنطقة منوعة بشكل كافي أو تشكئ تتضمن تتنوعا يمكن له أن يساعد المجموعات المختلفة ونحن أكثر سنكون أكثر من سعيدين لمساعدتي في هذه الجهود أنا آمل بأن مع ما تبقى من الوقت حتى الواحد وثلاثين من أغسطس سوف يستخدموا بحكمة من أجل البحث عن الوحدة وحدة البلاد وتجنب أي تصعيد إضافي اليوم عدد من الوزراء التحدث عن هذا الموضوع على ألامش إذا أعطيت إيطاليا فيزا إنسانية مؤقتة للمهاجرين الواصلين هل هذا أمر مفيد أم لا وهل تحت المجلس الموضوع أم لا شكرا لك سؤالي حول المهاجرين واتهمت منظمات حرس أو خبر السواحل بالإساءة إلى المهاجرين وإرسالهم إلى مركز اعتقال غير مجهولة هل أنت ملمة بهذه التقارير هذا هو السبب الذي نعمل من أجله عن كتب مع المنظمة العالمية للمهاجرين ومفوض السمير للهاجرين نتأكد من أن تكون مناطق المركز احتجاج إنسانية ونقوم بالعمل على تحسين ظروف المعيشة وحماية أرواحهم وكما قلت وكما قال السيد جراندي المفوض السامي بأنه يجب علينا أن نغير منطق الاحتجاز نفسه وهو ليس المنطق أصلا الذي تتبناه الاتحاد الأوروبي وعلينا أن ندعم المهاجرين الموجودين أصلا في ليبيا بكل الطرق الممكنة بطبعا مساعدة إنسانية وأيضا الهجرة العودة الطوعية لقد سمعنا قصصا مرعبة حول هذا الوضع وأنا بشكل شخصي سمعت من المهاجرين الذين تمكنوا من العبور قصصا تتعلق بالعبودية ظروف غير إنسانية للرجال والنساء وبشكل خاص النساء ظروف لا يجب على أحد أن يتعرض لها أو حتى أن يتخيلها إذن العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي مع وكالات الأمم المتحدة ومع منظمات غير الحكومية الدولية هو بالضبط لحماية المهاجرين ونحن نطلب من أصدقائنا الليبيين المساعدة المساعدة المنظمات الدولية لإنصال الكامل للمهاجرين وتحسين ظروف حياتهم وحماية أرواحهم ومساعدة أولئك الموجودين في ليبيا الذين يريدون العوضة طوعا إلى بلادهم وحتى الآن خمسة آلاف عادوا إلى بلادهم وهذا الرقم هو ضعف ذلك في العام المنصرم أظن أنه مع إدراك المزيد من المهاجرين أنه بهذه الرحلة يعرضون أرواحهم للخطر وطبعا وطبعا مع تكاليف اقتصادية باهظة وإنسانية من أجل الأولى أوروبا إذن نحن نقدم بدائل ودائما بالعمل مع المؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات غير الحكومية وطبعا نقوم بالتأكيد بخلق ظروف اقتصادية لهذه المهاجرين في مجتمعاتهم شكرا جزيلا لك أرثا بريتلي من فيما يتعلق بكوريا كوريا الشمالية لقد تم الاتفاق من كل المراقبين بأن الصين لها دور مهم تلعبه وقد قلت بأن تدعمون سي أول وتحثون على التعاون العسكري العسكري هل جهود الصين في هذا الصدد كافية الجهود قد لا تكون كافية حتى تحل أو لا تعد كافية حتى تحل هذه الأزمة أو غيرها من الأزمات وما رأيته في الأشهر المؤخرة في حواري مع السلطات الصينية من السلطات العليا إلى الدنيا كانت التزاما صادقا لإيجاد حل للتوتر في شبه جزيرة الكورية لقد ناقشت هذا الأمر لساعات في بكين في زيارة الأخيرة ونقشت هذا في القمة التي جمعت الأوروبيين مع الصين القمة الأوروبية الصينية كما أن لدي انطباع بأن هذا سوف يكون جزءا أساسيا في منقاشاتنا في منيلا في منتدى آسيا وسوف نحاول أن نجمع الجهود بما في ذلك جهود الصين التي بالتأكيد لها دور تلعب هو الصين أو روسيا عفوا وقد نقشنا مع سيرجي الأفروب الأسبوع الماضي هنا في بروكسل وحتى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل طبعا إيجاد حل وطبعا مع جهود طبعا مجموعة السبعة وجهود دول أقليمية أخرى بما في ذلك اليابان مع مجموعة أو قمة مجموعة الدول السبعة وقمة الدول السبعة وطبعا هناك بعثة كورية موجودة هنا للحديث معي ومع رئيس المفاوضية السيد توسك ولدينا تقريبا وجهة نظر واحدة وتحليلات واحدة ونحن نتبادل نتشارك معهم كل الخبرات على كل المستويات حول المفاوضات النووية وحتى لو كان الاتفاق الإيراني مختلف تماما أو السياقين مختلفين عن السياق الكوري إذن نحن نعمل بهذا الشكل ولكن لا تفهموني خطأا لا توجد هناك أي مبادرة أوروبية هنا ولكن هناك دعم أوروبي كامل للمبادرات التي يمكن أن تخلق في المنطقة وطبعا لكن تجربة السياسية أو تجربة ممكن أن تفيد في هذا الأمر يوم الأمس كان هناك إعلان من التلفاز البلجيكي وزير الهجرة البلجيكي سيد فرانكل وقد قال أن كل من إنقاذ المهاجرين في البحر الأبد المتوسط لا يجب أن يذهب بهم إلى إيطاليا يجب أن يعود بهم إلى أفريقيا أنا لم أسمع هذا المقترح من وزير الخارجية البلجيكي اليوم في اجتماعنا شكرا جزيلا لكم من السؤال الأخير ونختتم المؤتمر الصحفي طبعا سؤال واحد السيد أود أن أسأل تعقيب على السؤال فيما يتعلق بالدور الصيني هل تؤمنين وأخذين بعين الاعتبار كل ما يجري من محادثات بأن أي حركة تضع ضغوط مباشرة على الصين عقوبات على سبيل المثال بشأن كوريا الشمالية سيكون خطأ هل لا كررت السؤال هل لا كررت السؤال هل العقوبات قلت على الصين هل تظنين بأن أي ضغوطات هل تعرفين ما يتدأ تم تدوله في واشنطن أي ضغوطات مباشرة على الصين بسبب كوريا الشمالية سوف تكون أكثر إضرارا مما تفيد نحن في مرحلة مقناقشات مع الصين ومع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع اليابان ومع كوريا الجنوبية لإيجاد سبول لإبقاء الضغوطات على كوريا للوصول إلى تسوية سياسية أنا أقول بأن الضغوطات هي وكانت بشكل عقوبات ونحن كما تعرف الأسياق والمشهد نحن نتحدث عن تقريبا عدم وجود أي علاقات تجارية ما بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الشمالية وبالتالي ليست لغالينا أي نفوذ اقتصادي لإجبارهم وبالتالي الضغوطات قد تكون أجدى من جهة أخرى لكن لكن نحن نحاول إبقاء أي ضغوطات ممكنة والنقاش الذي نجريه مع الوزراء اليوم ومع شركنا في المنطقة وعلى المستوى العالمي هو ما الإضافي ما الأمور الأخرى ليس لاستبدال العقوبات وإنما للمبأة أن تتماشى مع مبادرة سي أول لإيجاد طريق لحوار جدي وحقيقي هذه كانت طبيعة محدثاتنا اليوم ومجددا أود أن أشدد على الدور القياد الذي يجب أن تلعبه سي أول في هذه الأزمة لأنه في الاستقرار الشباب الجزيرة الكورية يجب أن يكون من أبناء هذه المنطقة شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم